موسيقى تعرف أنا كنت في إحدى المطارات وفي أخت مسلمة نعم بتشتغل بالأمن بالمطار وفجأة بسمع صوت عالي نظار شهين أنا بحبك بالمطار ألاف الناس أم بدور على الصوت أخيراً اكتشفت من وين مصدر الصوت تلو أنا بحبك كمان بعدين وصلت لعندها بقول لها أنت ليه بتحبيني قالتلي أنا كنت بتحب المسيح بقول لها مش فاهم شو قصدك قالتلي أنت دايماً بتوريني محبة المسيح اللي أنا بنجذب لإله بشكل مغناطيسي وهي المحبة هي اللي عم تجذبني ليسوع المسيح سألتها أنت مؤمنة قالتلي لا بعدني أنا مؤمنة على طريقة أنا بالضبط حرفياً قلتلي يعني بعدك مش مسحية أنت قالتلي بس أنا معجبة بالمحبة يعني أنا شفت كلامك فيه محبة وأنا معجبة وولها فابتديت فعلاً أحكي له عن المسيح ومحبة المسيح اللي عاوز أقول أنه المحبة هي أقوى سلاح سواء في الخدمة سواء في إظهار المحبة مع الآخرين من ناحية نفسية اجتماعية مادية بأي وسيلة أخرى لأنه إحنا جسد واحد أنا لا أؤمن في طايفي إحنا عنا طواف كتير المسيحية نعم أوكي مش حنعمل طائفة اسمها طائفة العابرين لا طبعاً لأنه ما بزبطش غير كتابي هذا لا طبعاً أوكي فإذن محتاجين ندمج فإزاي نعمل هذا أستاذ نزار فيه نظرة للكنيسة وفيه نظرة للعابر نظرة الكنيسة اللي هي مش طبعاً مش كل الكنيسة أو نظرة بعض الأشخاص في الكنيسة نظرة الشك نظرة الخوف نظرة الاستخفاف لازم تتغير بنظرة تانية نظرة المحبة نظرة التشجيع الاحتضان العابر ده جاي على الكنيسة لما أرى أرى الإنجيل وأرى الموعظة على الجبل وأرى المحبة اللي غيرت العالم اللي غيرت المسيح غير العالم مش بالسيف غير العالم بالمحبة جاي العابر ده بشوء إن هو يشوف المحبة دي من عيلة من إخوة يعشان كده الفكر المسيحي فكر العيلة إن احنا نكون جاي وسط عيلة اللي فقد عيلته جاي بيدور على العيلة اللي خسر أهله جاي بيدور على الأهل اللي محتاج تشجيع محتاج بيتي تربى فيه أن تكون الكنيسة هي الأب هي الأم هي العيلة اللي تقدي حب تقدي رعاية تقدي اهتمام مش أنا أجي وأكون تركت مش بضخم الأمور تركناها لأ ده إحنا جايين بشؤل المسيح عايزين نلاقي احتضان من جسد المسيح